السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهات الفراول طعب السلام عليكم ان شذه بيرة ثم تمتزرع عرض بعد كده بعد ما جيبها من كبايات أزراعها في أرض بحيث أنها تعمل خلف وفسائل جنبها بتعمل بقى مدادات والمدادات ديان بتعمل سوق والسوق بعد كده بتعمل جذور وتبقى عدم فراولة كاملة زي دي كده تمام يا جماعة وبنيجي في وقت في شهر من نصف تسعة لأول حداشر بنبتدي نزرع الفراولة بنجيبها من أرض المشتر اللي حزرعناها فيه زرعناها من كبايات هي بتزرع أنسجة الأول الأنسجة ده بناخد النسيج بنحطه في محلول مغزي بناخد نسيج من النباب بنحطه في محلول مغزي مثلا مثال بسيط يعني مثال بسيط للحصر مش بقول حاجة علمية لا بنجزل هنا يتحط فيه بعد كده النسيج بيعمل كلس بعد كده كلس بيتوجه يتحط فيه هرمونات وحاجة تانية ومنظمات نمو تعمل تنمي لمجموع خضري ومجموع جزري ويطلع لنباة الفراولة زي كده وبعد كده زراعه في الأرض وهي تعمل بقسوك مدادة وتعمل خلف وفسائل جنبها وننقل منها زي كده فدي شتلة الفراولة في الأرض التنية سلظرع قلنا على خطوط زي كده ده شكل الخطوط يا جماع الخطوط ده نعملها بإيدي على فكرة لان نعمل مساحة صغيرة غيرا يعني لا تتعداش المترين في مترين عشان بس أزرع معاكو تمام يا جماع تمام نزرع العود دا معاكو في الارض الطينية لازم تزرع على خطوط الارض الرملية تزرع على مصاطب لكن الارض الطينية لازم نزرع على خطوط لان بزرع على فريشة بزرع فريشة الخط تمام يا جماعة؟ بزرع فريشة الخط وبعد كده شان اما جعزة فيه خدمة من ضمن الخدمات الخضار العزيق هذا الرشة اللي مزرع عليها وده رشة بطالة بخرب من الرشة البطالة دي وبجيب هنا على الرشة العمالة منه بقلع الحشيش ومنه بسندها بشوال الطراب بحيث ان بعد كده وقدام في المستقبل بدل ما هي في رشة تبقى في منتصف الخط تمام يا جماعة؟ تمام ده شكل الخطوط يعني بمعدل 12 خط في القصبطين او 13 خط في القصبطين وده كل حاجة عن زراعة الفراول واحد خدمتها هولئكو لان خبمة خبمة عندما أخدم الأرض بخبمة احنا قلنا في الاول قبل ان نعمل الخطوط وقبل ان نأعزأ الارض بنحط السماد للبلة دي أنا حطيت السماد للبلة دي وحطيت سوبر فوسفات الكلسيم تمام يا جماعة؟ ده شكل السماد البلدي اهو ده شكل السماد البلدي اللي أنا حطت مينه تمام يا جماعة؟ وحطيت السماد الكلسيم طبعا كل مفيش الحد مش مزارع اللي مشوزين طبعاً اللي هم ما ما يعرفوش يعني إيه صبرفوسفات تمام؟ الصبرفوسفات هنبقى نتكلم عنه في حالة الواحدة وفي فقرة المبيدات والمخصبات يبقى يكلموكوا عنه تمام يا جماعة؟ تمام أما ده شكل زراعة الفراول هواً في الأرض الطينية أما في الأراضة الرملية نخليكم معايا في الأراضة الرملية بنعمل مصطبة زي كده تمام يا جماعة؟ وبنزرع بعرض المصطبة تمام يا جماعة؟ تمام بالنسبة للشتلات اللي بقى فيها بشيله ده من ضمن التنظيف اللي بيحصل في الشتلات لو في مدات زي دي كده بشيله وبزرع بطول المستبه كده يا جماعة اهو في الارض الرملية كده اهو تمام كده يا جماعة شايفين اهو واد التالت اهو بيتزرع بعرض المستبه كده تلت شتلات اهو تمام يا جماعة اهو جنب بعضهم كلهم كده تمام تمام يا جماعة وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظرونا بقى في فيديوهات قادمة نقولنا هنتكلم طبعا عن كل المحاصيل خضر عن كل محاصيل فكرة عن كل محاصيل الزينة وان شاء الله مستمرين معاكم باذن الله وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته